طب إذا كانت هذه يعني صفات محبة الله تجاه الإنسان الله شو بيتوقع وشو بينتظر مني لو أنا أفكر بشكل بسيط جدا جدا طبيعي أسيس نزار لو أنا بحب واحد أنا بتوقع أنه هو يحبني لكن اللي أكتر من كده لا إلا الواحد يكون مش واخد باله لأك ذكرت أن محبة الله محبة إيجابية حتى مش عبينتظر أو بيتوقع مقابل معين تمام تمام لكن هو يتوقع رد فعل تجاه المحبة وإلا إن لم أحبه يبقى اسمه جحود خلينا أقوله قدام حضرتك كده هو آيتين من سفر التثنية بس الآيتين دول فيهم حاجة غريبة شوية هقول دلوقتي أنا بقصد بها إيه تثنية ساعة عشر عدد اتناشر يقول فالآن يا إسرائيل ماذا يطلب منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك لتسلك في طرقه وتحبه وتعبد الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك وهنا أنا باستغرب أنها وصية بيقولك حب هو المحبة وصية الحب الله يقولك حبني هنا الوصية الله عاوز يقول آه إنك أنت تسلك في طرقه لكن في نفس الوقت تحبه وتعبده العبادة ناتجة عن معرفتك ليه ومحبتك ليه فتعبده لأنك تحبه وليس تعبده لأنه مفروض عليك أنك تعبده وإن لم تعبده تعاقب هنا الله بيتكلم عن علاقة شخصية وليس سيد يأمر عبد لكن إله يريد خليقته أن تأتي إليه فتعرفه فتعبده بسبب الحب اشتركوا في القناة